مرحبا بكم في هذا البت المباشر من مدينة الدار البيضاء ونحن الآن مع الأستاذ هشام بن زوغيا حقوقي وفاعل جمعوي اللي غالي يدخل على خط يعني واحد الأصوات النسائية كتنادي بعدم جريم الإجهاد غالنشوف الأستاذ شنو رأي جلو بهذا أولا في هذا الموضوع السلام عليكم أستاذ قرم وعلكم السلامة تحديد شفتي في المواكبتها في هذا الحدث وهو تقابلنا موضوع النقاش لرأي لها بحوالي ثلاث سنوات وصنوعة للإصلاحات التي نتعرف المدوانات القصر بالنسبة للسؤال التي تحتاج إلى الواج اليوم نحن نحتاج أن نلغي عقوبة جريم الإجهاد نحن نظر أن نضرب المغاربة والهموم هي الأولى والأولوية هي الدولة والمجتمع هي عدم جريم الإجهاد أو عدم جريم الزينة بين القوسين أو علاقة خارج لأن الأولوية اليوم كل ما هو اجتماعي واقتصادي وسياسي ونزيد عليها ونقتقر كل ما هو عسكري اليوم نعانا في العرف وحاجة الغلايات والصراعات التي ممكن أنها تولد حرب عالميا نحن في مكشرة في بداية ديالة في حين أننا كنت تلقى قريبية للأسف وبعد مغاربة يجعلوا منهم الناس الذين كانوا متشدين دينياً وجمهوا رغاء في عام تنظر وصبحوا بمبيري لبنارة السيد علماني الحادي في تفكيره وعقيته وكيطار بالزينة أنها لا تبعش مجرمة بل إجهاد أنه لا تبعش مجرد نعرفوا أن الأولوجينة الغريبة جرر الإجهاد ومجموعة من الأمور منتطر الإجهاد من المادة الـ 149 إلى المادة الـ 155 وفصلوا بأنه أي إجهاد خارج هذه القواعد العالمية في الحالات التربية بأنك تكون الأم في حالات خطر فهنا يتاح الطبيب أو المسموح مع استشارة الطبيب الرائزي الذي يكون في المنطقة وفي المستشفى على أنه يقوم بالعمل وفي حالة لا تدخل الزوج فهو يدخل مباشرة في المركبة وبالتالي نقوم الإجهاد لكي نقوم الإجهاد لكي نقتلوا الحياة لأن الإجهاد هو قتل واحد الروح والإسلام لأنه يحرق وقتل الروح والنفس بدون مبريل إلا في غاية ليه معروفة شرعاً مثل الجهات ودفاع الله عن الشارع أمور ليه معروفة لف القانون حيث القانون الوضعي ركيح لذلك أنك تصبح نفس محدد وفي أهل الدفع المستفرارة المجرد للغاية فاليوم مني كنقولوا أننا نريد عقوبة جريم إجهاد هذه دعوة لأننا كنشروف الفاحشة كنشروف والفاحشة بدأ من أحدها ربما أنتم مراتاً وحتى الخيطات الديني الرأي دياله أولاً يطالب عدم مشاريع الإجار ويطالب من فاحش بنشروف الفاحش بشكل عدن ونسير ليه وكان أعرف القرآن جاء واضح بما معنى الآية الله ينعي في الدنيا في الدنيا والإصطرع لك الله ينعي في الدنيا وفي الأخيرة يحب أنه ينشروف فاحشة قينا المؤمنين إذن نعي الحقوقية إذا كنا نستطيع المرجعية الحقوقية بمثاق حقوق الإنسان وكشرف على التدبير وحماية وتقطير والدعوانين الأمم المجهدة ومجلس حقوق الإنسان الدولي العالمي فاليوم الخيطاء في الطيار والطيار في العالم باقي مع الزينة ومع المخدرات ومع عدم جل الإجراء لكي تولي المرأة بمجرد واحد الآلة جسم يأتي أي شخص من بعدها تقوم بالقادم يسمع لها أنها تجرد وهذه السيدة وهذه المرأة التي نفس الخيطاء هذه النساوية فيها الطيار الشيطاني كما نسمي الأسماء الذي نسميته في نفس الوقت كان شيء يدفع على المرأة وحقوق المرأة وحقوق الإتصادية والجماعية وكبرية المرأة هناك الكرامات للمرأة وكبرية المرأة إذا كنت تكون أحد الحوض للمرأة التي تكون عيون البشارية ومع ذلك بعض الرجال الذهاب وقالوا ما غير عزبوش ما غير عزبوش ما غير عزبوش فالتالي يدخل في علاقة مع هذه المرأة ومعجوجون المرأة إذا كانت فعلاً قد دفعنا المرأة كأول حاجة لأن المطارة التي تكون لديها هدف هو ترقبها وتسموها المكان الذي أعطاه الله سبحانه في الخلقه الله سبحانه وإسلامنا ترقب المرأة وحقوقها وحرص على مشاعرها أقل ما يمكن لن يتم أفعال مجرما تبتدائه الجسادي حتى الكبريات والكارمات ضمنها لها ونشتقب صاحاًا ونحن فترة هذه الخيطة والأهل والإساء ورجاء من إعتبار الشيطة ونحن فترة الإنسانية ضدها لأن أنت أو المخت ونحن ونحن فترة فترة ونحن فترة فترة إعتبار الشيطة أنه أنها تتكلم شخص وإذا مختلفة جنسية كثيراً فترة الشرعية لأنها لا تتكلم لأنها كانت فترة فترة ونحن سأتحرك لك لأن تتكلم لأن هذه العلاقة، ولا تمرير هذه الممارسة الجيسية، ولا تمرير هذه الطاقة، تكون مع شخص واحد والبينات الميتاك والذي تخرج و تشد فيه في الشارع. أما من غير ذلك، فهي مجرد أنها تغير، لنبقى المناجة العامة، علاقة الجيسية، فبتاليك تحس أنها صغيرة، صغيرة مع نفسه، وصغيرة في المجتمع، لأنها خرجت على القاعدة وفي طياننا، وأهدثك بالدين والآية والحاديث. أما الآيات والفرآنية والحاديث، تمشكت المرأة والطاقة قدسية، وحرصت وقمر إلهي، لا يستعرض، وغير يخلل المرأة جسد ممارسة جنسية أكثر، بدون احترام كدرياء، أو كرامة، أو عز تنفسها، وما كان لأن المرأة في الإسلام هي المحور، هي النواة المجتمع، فالتالي لا تضرط لكم، ولا ضمرت المرأة، فالتالي الجسم المجتمعي المسلمي، أو الجسم المجتمعي، فالإسلام كله يتخربه، يتضمره، فعلاً، هؤلاء الناس يتخربون الأمة الإسلام بأنهم بغير المرأة والحادي المرأة، والحادي المرأة، والحادي المرأة، والحادي المرأة، أستاذ هشام يقولون بأنه سيكون إجهاض في حالة جلزين المحاريم، أو في حالة كانت لديك شابة مختلة عقلياً، أو مثلاً، كنشوفوا أن بزرج الأمور لتشوهات خلقية، يقولون بأن القانون خصوية الفاتح لهذا الأمور، وأن السيدة والشابة لكانت حاملة من هذا، لا يمكن أن تشترك الأمور، ما رأيك؟ بالنسبة لإسلامية الواضحة جداً، ونعرفنا في نفسنا، الآن المفاهيم والمعاني والدلالة، ونحن نأخذ في المكان الإسلامي المالكي، وأن الإسلامي المالكي، فإن جهة الواضحة، وكل هذه الحالات يأتي من العقل، مثلاً إعاقاء، زين المحارب، زين المحارب اللحظه يتشهد لأنه جايك بارك الخارج على إطار الزواج في إطار الشرعي وقال نموذة بمساط وذلك العقب. الإسلام أصول أنه يمكن أن تنفوط في هذا الخطاب الإنسان المعاقب بحملات مرحلة شخص كنبور وفق هذا الغواية أنها هي الضلماجية أنها قاسرة عقلية. أصلاً الإنسان المعاقب وعند إعاقاء في مرحلة رحب الساوية وعنده الرغبة والإرادة فالإسلام لا يوجد شيء مزووش. كما يسموح أحد أنواع الإعاقات لأن المسموح ينفق المدومات المصرى لها والذي ستوقع لأننا مستوحات مرد الشرع الإسلامي والذي أصلاً الإنسان التي تعمل قوية فارق بالإرادة والرغبة لتحقق تراضي في ميطر الزواج أصلاً الإسلام ستزوش. إذن إلا اعتدأ شيء واحد. هذه المزائل المعروفة لكي المسلمين الحمد لله لأن المنطقة الدينية حرام دينية كل هذه الحالات الأخيرة وبالتالي جربتها قانون جيناء المغرين. فبالتالي إذا كنا نريد فعلاً هذه الإنسان التي تعرضها ويجب أن نرى الإسباب كيف يشتجل؟ الحمل الذي نحن نقرره ما هذا؟ لأننا نحن نحرق العوامل والإسباب التي فرطنا فيها كذلك مجتمع ومكساسات هذا المنطقة الذي يحفظ. وبدأ ما في هذا النوع، وقامت المنطقة الدينية الحياة من الأطفال يعمل ودخال إلى شئ الزواج لا تكون دراسية كمية ولكن بعد الأرقام لهم في سنوذة سنوذة عمرة آخر تكملمت في 18 ألف تأثرة ألف تأثرة ثانوياً هذا الرقم مفزع جداً لتكيشة والتأثن من الطلاع والتحرور والضعف الثانية الاجتماعية والضعف بالتعرف والزوجة أبو الأم في التربية مثل مجموعة من الفاكتر دهار شاشة مثل هدر المدراسي مثل الألوغية بخطار المساجد وتغطية للمسرخ في أساس كي يكون جزء ضيء لذلك يتسجب خطار الديني لحتى خطار إعلامي وخطار التقافي في المسلسل باش أصلا يكون عندك مجتمع ليم ربما يتقوش عن تضاهي هذه الدواهب لأنه عندك إشكالية للفساد، تأتي بسعارك الفساد اليوم على حكرة موعدة دلالت اليوم منك أن أضروا إلى حوالي سنة مليون وشاب بشادة يعني في عمر الزواج وعنده تأخير بالزوج كي عالمي من دائرة تأخير بالزوجة والعموسة عند الهجرة والعجرة هذه من ناحية الفيطرية عندهم رغبة جنسية حسناً لأن في العود ما نشي من اليوم يقولون وكتصادية ودعموا الشاب والشاب والقرية والمسلطنون ودعموا والتسواج والساكة واتسوج ويمارسوا الجنس دياله في كطار شرعي وقانوني هناك أن نقولوني مننا أن نحن نعايدوني كمان فقروكم ونضمروكم وقتكبروا وقتكبروا ومتعيشوش من الفيطرها دياله لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية بالمنظور هالحقيقة تكبر الحقر قبل ليكا كتحيلة ولا كتمص المنابع هي الفاسدة ولا المنابع هي الفاسدة قد تخرجها وتفسد المجتمع هي كتحيلة هذا مجرد كفتعة لماذا نعرف أن هذا مدراسي؟ ونحن نحن 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 فقيرة وفيما نحن 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 لمباشرة أو نحن 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 ش practice أكثر وشير بيوهات جاية تعرضي لتحاول الاجيسي مدير أو تعرف أنه العلاقة كان نوعها وعنوا العلاقة التي تتخل فيها مباشرة هي كان عملها تعرض وطبزاوج أي يام شاب أو شاب تطاول إمكانيات وتفكر وكان مسؤول غير يكون الاختيار والحقيقة حتى لا يوجد الاختيار موفق وإنه يكونوا يتركوا يتزالوا في السواج والعقد وعندهم حبوط إذاً هذا غير مخلي وفل وفي أجهد أصوات ربما هي الأولاد من الإجهاض الشمائي مني أحبينها في أحد الضوء على خلالها تقول لكم حاملة الجانية بركبات القادمية بركاشة شكرا لك أستاذ هشام ومشاهدنا كنا مع أستاذ هشام حبوط وفاعل جمعوي لدخل بقوة على الخطة الأصوات النزائية التي تقول أنه يجب أن يكون عدم تشريم الإجهاض شكرا لك أستاذ هشام والصراحة الرأيجة التي كان واضح وبين شكرا لك برس الأخرى نحن المشاهدين هنا وصلنا إلى نهاية هذا البد نتلقى في موضوع آخر سلام عليكم ونعمكم ترجمة نانسي قنقر